إن اللي أنا عملته ده لما اتكلمت عن عدم الترحيب أو بلاش الترحيب عدم مهاجمة لعبة المنتخب والأندية المصرية اللي بتروح هناك ساهمت في تقليل حدة هجوم الجماهير على الفرق المصرية ولما جوم عندنا هنا شحنت كل جمهور مصر إن إحنا لازم نرحب بيهم ولازم نشيلهم على دماغنا عشان ندي رسالة لجمهور نشوف حضرتك شخصياً كنت بترحب بيهم إزاي؟ نشوف نشوف إنذار إديني إنذار يلا اه اتنين تلاتة أربعة ده اسمه ايه؟ انت فهمتي ده ايه الأول؟ مصر كلها فهمت ده ايه؟ طب انت قولي له فهمتي ايه؟ فانت قولي كان قصدك ايه؟ أنا قلت واحد اتنين تلاتة أربعة كسبناهم أربعة انت حضرتك عارف الحركة دي تحسبت عليك ازاي؟ ما هو الناس اللي سيئ النية سيئ النية هما اللي سيئ النية؟ الأهداف اللي على الاتنين الإيدين مش إيد واحدة؟ لا طبعاً على الإيدين ما يجوش على إيد واحدة؟ لا الاربع جوان ما يتعدوش على ثواب على إيد واحدة؟ الهواء اللي اقتدأ في الهواء وانت على الهواء؟ مش هتفكر يتخذيها على إيد واحدة ولو بقين ممكن لكن هو أنا ما تفرجت عليه كمحلل أنا ما زلت عنده جملتي أما تفرجت عليه كمحلل أنا قلت أشوفه بيكلم ازاي كمحلل لما شفته كمحلل تأكدت من صدق كلامي من وجهة نظري بتشوف برامج رياضية هو كل شوية بتأكد لي وبتتفرج على الجزيرة كمان أبو تريكا بس آه الجزيرة أنا مشترك فيها كمان لأنه وعدين كل الرايتس بتاعت الماتشات هشوف فين طب إيه لدقيقك من ويل الإبراشي لما استضاف سامة المصري وتلعه تهاجمته في برنامجك طبعاً ليه؟ ليه؟ الأستاذ ويل الإبراشي ده راجل مزيع كبير أعلامي جداً طبعاً جداً طبعاً أنت واحد من جنهور كل اللي بتهاجمهم آه خدت بالي خلي بالك لو أنا ما بشوفوش ولا يفرق معاي فوائل من الناس الزراف على الشاشة أوكي؟ وبعين قلت إيه؟ قلت لاي يليق بقى إن أصهر الناس ثلاث ساعات مع رقصة هتخش مجلس شعب ولا مش هتخش مجلس شعب قصة وهمية هي مش هتاخد أكتر من أصوات اللي يعرفوها ثلاثة أربعة أعمل منها موضوع وفتة ولحمة وشورة طبعاً يسمى بتصهر سبع ساعات على ماتشات الكورة يعني تحللها لا دي كورة يا أستاذة وإيه الرقصة يعني ما تهمتش دي كورة guerقصاء بيجيسيبوا بتمعات تويتفرجوا على كورة الرقصاء كورة لكن الرقصاء مع كل الاحترام دو رقصاء ما بيتفرجوش على رقصات على رقصات ما يكونوا فضيين قوي لكن في الكورة كان في اجتماع في كاس عالم للزعماء الأوروبيين جابوا صورهم سابوا الاجتماع ورحوا يتابعوا ماتشات كاس عالم دي قورة لكن رقصها مع كل الاحترام للرقصة تخلت فيها احترام يعني ما الرقصة إذا أريد كلمين على الرقصة كلمك يعني لكن بشكل عام ما ينفعش رقصة رشحت نفسها في مجلس الشعب واستضفها إعلاميا أديها ثلاث ساعات بقى مع ناس معارضة للي بتقوله هو كم أديها ثلاث ساعات ترقص هو كم أديها ثلاث ساعات ترقص على الهواء هي قاعدة بترقص لأنها رقصة طبيعتها ترقص لأ هي إنسانة قبل ما تكون رقاصة بايد عني ومع ذلك ما تتفرجش إقلب بتهاجم إعلامي على محتوى برنامجه وحلقته ليه؟ هو راجل متشاف فلما يفرض الزوء دهو على الناس أبقى سعلم منه ليه يفرضه؟ اللي مش عاكبه ده ريموت ده ثانية ده اللي مش عاكبه يعمل كده بيتهيقلك لا ما بيتهيقليش دي حقيقة أنا بطلع أقول إيه؟ أقول إنت ممكن تكونوا مدايقين مني بس مش هتعرفوا تكرهوني ترجمة نانسي قنع